في إطار إزاي إزاي ننصر المظلوم كيف ينصر البني آدم أخوه البني آدم عندما يظلم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا في حديث نبوي جامع أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شأنه المظلوم يعني المظلوم أنك بتعضده بشتى الأنواع التي تؤدي إلى إزالة الظلم عنه طب والظالم قال أن أنت تكف عنه الظلم فخلنا في المظلوم المظلوم زي مثلا أشققنا الشعب الفلسطيني هناك أولا جهاد المال وجهاد اللسان بالدعاء وأنك تشارك مصاب الأليم بما يشاره أن له إخوة حققوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتك منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمد تذكر أن من أخلاق المصريين ما بيكون في حي شعب أو الصعيد أو القرى أو البادية أو العرب إلى آخره لو في مثلا وفاة بتتوقف في الأفراح يعني لو واحد يتزوج أو عنده مناسبة أو يستأذنه ولا يصنع شيئا من المألوف من عادات الاحتفالات تعاطفا مع أهل العزاء نفس الشيء يعني من المفترض في عالمنا العربي في عالمنا الإسلامي أن الجميع يظهر التعاطف والتعاضد مع الأشقاء الفلسطينيين في مصابهم لأنهم في الأصل مصابون قد تبال حضرتك فتوسيهم بالمال لأن الآن في بطالة لأن العمل متوقف المسألة مش مسألة الدعم المالي للأسلحة فقط لكن لرعاية أسر الشهداء لعلاج المصابين لعلاج الجرحة أيضا لرواتب إعاشة للعمال الفلسطينيين في البطالة معايا حضرتك الأنفق أيضا على الإعلام الموجه في الغرب لبيان الصورة الحقيقية بدلا من أن تترك المساحة للإعلام المغلوط الموجه من العدو الصهيوني وده كله على فكرة بيصب في قول الله تعالى في صورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في سبيل الله للجهاد المشروع يبقى الجهاد المشروع مش مسألة الدعم يعني بالشك والتنديد لا بالمال أيضا بالدعاء ولا تستبتئ الدعاء يعني كثير من الناس ونعيب عليهم أو نقض يعني بالناء متخيل أنه بمجرد أنه دعا دعاء الكرب أو دعاء القنوط في الصلاة أن الأمور تنقل بين عشية وضحاها لا ده فيه سنن كونية لله عز وجل يعني شوف مثلا في الجهاد في أيام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر كان النصر بس الرسول أخذ أسباب مش مسألة دعاء فقط ولذلك الأخر الحكام في الأندلس اللي أسبانيا مضع ملكه وبعدا دخل على أمه يبكي قالت له أتبكي كما تبكي النساء على ملك ضيعته يعني البكاء دا للنساء وذلك أنا أهيب بالعرب بمسلمين ومسيحيهم لا مش مسألة نبكي ونتباكى ونظهر للعالم الانكسار لا متظهرش الانكسار ما هو العادو يريد منك ذلك أن يشمت وأن يرى فيك الانكسار والضعف لا احنا أقوياء بالله عز وجل لأننا أصحاب حق الشاهد معركة بدر كان فيها نصر مع الأسباب معركة أحد كانت فيها في البداية نصر ثم هزيم لكن الرسول لم يجزع بالعكس عمل بعد كده كتيبة طاردت فلول المقاتلين معركة الخندق الرسول على السلام أخذ بالأسباب صحيح أنه كان فيه ونسميه الآن يا أستاذ يوسف حضرة النائب المحترم احنا الآن في مرحلة التمحيص بالصاد في مرحلة التمحيص وأنا أتوجه بها للعربي والمسلمين أجمعين احنا الآن في مرحلة التمحيص أتقول لي التمحيص ده ليه ده فلطرة ده فرز ده ليظهر الموافق من المنافق لأن الجيل التاني اللي هو عبادة لنا يبقى موافق فهنا مرحلة التمحيص مرحلة غربلة مرحلة فرز قتبها لحضرتك نستقبلها بالبشر نستقبلها بالعزيمة لا تري من عدوك ولذلك هنختم بس بحاجة يمكن بدغيب على كثير من الناس محدش فكر ليه احنا في الإحرام في الطواف الرجال يكشفون العضد الأيمن في السلاسة أشوات مع الرمل يعني مع الإصراع ده للرجال فقط وليس للنساء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قالت إن محمداً وأصحابه وهنتهم حمى يثرب يعني مكان منخفض عن ساحل البحر ليه يثرب المدينة وكان فيه إشاعة وإنه يعني اللي بيسكن فيها بيصاب بالحمى وبالوهن وبالأمراض فالرسول عليه السلام قال لأصحابه حينما نذهب لأداء عمرة القضاء عمرة القضاء اللي يعوداً عن اللي أحسر عنها فأكشفوا العضب يقوم تيبان العضلات ويبان إن أكساتكم صحيحة ليست فيها خوار أو ضعف وأسرعوا اللي هو الرمل في السلاسة أشواط الأول يعني أروا الأعداء إن أنتم في صحة ونشاط وعافية فجعلت من سنني الطواف حول الكعبة إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة أن الرجال يكشفون العضب في الأشواط السلاسة الأولى أثناء الطواف حول الكعبة ويسرعون ليروا الناس أن الشعائر العبادية لم تجعل فيهم انهزام هذا ما أوصي به الجميع التعاضد والتعاطف والتكاتف وأروا من أعداء أروا أعداءكم أنكم لم تنكسروا وننكسر ليه لأن زكار ربنا يعني واسانا ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبيهم سيغلبون في بضع السنين إذا كانت مواسال غير المسلمين فما بالك بالمسلمين لامي أفضل